بسم الله بديت وعن بيسليت وعن الأسماء اللي تبدأ بحرف السين هاد البقالة نويت خرجت نهار الجمعة في يدي شمعة قالوا لي مسحي ديك الدمعة ونسايل خلعة قريبة تنلمو أحبابك وصحابك ويفرحوا معاك الجمعة بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله وش راكم حبيباتي نتمنى راكم كامل خير وعلى خير وصفتنا نهار اليوم ديكيش من أروع ما يكون وصفة حصرية من مطبخي ولغر أبهرت بها عائلتي عجبتهم بل بزف دوق خيالي وبطريقة تحضير بشامل جديدة ماشتوها نيمن نيمن نبدأ بسم الله في طريقة تحضير العجين هنا عندي ارطال فارينا اللي انخلتها سيارتها يعني خدوها قاعدة في ارطال فارينا نديرو مغرفة صغيرة عن ملح في كيلو نديرو مغرفة كبيرة وعندي مئتين وخمسين لغرام تاعمق قاغين دوك نقطحها أمورسو وعندي قطعتها هنا يا دوك نضيفها للفارين تاعي ونصاب لها بيدي لكن نحاول نخلي القطع تاع الزبدة بينين دوك ها باش ونبعدا نطيول هات دو تور سيمبل فالا زمان تحصلو على العجيناش غول بغي زي فيتي جي رائعة هاد لابات هادي احتفظو بها يعني ديروها ديروها في عدة وصافات بنينة بزف وهيلا يعني نجحة مئة بالمئة ورح نحضر معكم بشامل يعني ما جامي شفتوها ولا بطريقة جديدة نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم شوفوا لابات هاهي كيفاش بليتو هاد الخالط كيفاش وسيتو دوك ها نزيد حبيبة على البيض والماء اللي نلم به لابات لازم يكون بارد يعني نجبدو من التلاجة ونبدأ نضيف الماء حتى يعني الماء ما نقدش نطيكم فاس كوكايلة فاغين لي تشرب ولافاغين لي ما تشربش دايما نقولها لكم هادي بصح دوك كتولو تخدمو يعني تواحدكم بالممارسة تولو تعرفو المهم انا نقول لكم القاومة العجينة ما يتجي جاري وما يتجي نشفا دوك شوفوا معايا نبقى هاك نزيد في الماء حتى نتحصل على العجينة تكون طارية يعني ما تلسقش في الايدي باش من بعدها نقدرون نحلوها ونديرو قردكم دوتوغ سامبل ها هي العجينة بعد ما نلميتها دوكات شوفونا نخدمها شوية فوق البلوندوت خافاي بالصح ما شي نعجنها نلمها برك لازم تشوفوا كيف شراني نخدم وعلا سيبقصا نحب نوري لكم بالتفصيل خصوصا البناتي المبتدئات متابية يعني لحد الان ما شاء الله يعني الوصافات راكو تجربو راكو تنتحو فيهم لاغر راكو تفرحوني سا في بلزير لذا اخرتنا نروح نوجدو لابي شامل اللي قلت لكم سبيسيال لدي لسكاس تعد زيت لدي لسرية لات الحليب لدي كمية المعدنونس حب بصل كبيرة زوج حبيبت البيض وربعة ملاعق تاع لفاغين الملاعق لا تعمرونهم بزرش لا تجيكم شتقي لهم بعدها لابي شامل بو ناخد هنا كسرونة نحطها ذيك الحبيبت البصل كبيرة يعني هنا يقدرتها في الأشواخ زيتها تاك نص كستال زيت يعني اقتصاديا ها ما عندكش مارغارين تحضر هي لا بي شامل تاعك عادي هنا يقدرت النصر يتلاته أحليب هنا قدرت زوج حبيبت البيض الملح نضيفه في الآخر يعني بعد ما طيب لا يجب عليك فخيش يحتاجه الله الله فقد نضيفها فوق النار لا نضيفها فوق النار نضيفها فوق النار فقط تبريدها فوق النار فقد نضيفها هنا لديه بولي ارشي تقدروا شاور ما ارشي تقدروا لديه شامبينون تقدروا شامبينون تدبلوش في زبدة هكذا في المقيلة مع سنينة تعتوم و تضيفه ثاني انا هذا وش درت اليوم و نزيد شوية زيتون اللي يحبه اللي ما يحبهوش ما يضيفهوش و لندس شوية الداخل و نجعله للتزيين هذه هي الخالطة لكي تحصلوا عليها هاوليك 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 دوك نحطو الدوكوتي و نروحو نجيبو لاباتة تاعنا باش نديولها لتوغ هاولا على هاديك لي قدلكم لي مرسو حاولو ما ته يعني خلوهم باينين شوية باش نديول ها دوك لتوغ و بعدها جينا واحد لاباتة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لاباتة تجربوها و راح تفهموني وش راني يقول وانا اصف القليل و يعني تجيزك يالله يبارك يعني لاباتة تجيزك يعني لاباتة تجيزك نضيف فارين نضيف نفس الشي نضيف نضيف ثلاثة كما اول مرة نضيف نفس الشيء نضيف هذا المصف نضيف بسم الله نضيف ثم نضيف سماعها نضيف 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 اشتركوا في القناة وما ندروها ارقيقة بزاف باش جيك يعني ما تجينا ارقيقة بزاف ما تجي خشينا خشينا تانيك منحفش انا لابات كي تكون خشينا فليكيش باش تحسي لابات كي تكون تقليف اها هام لك ليمو التوعيد وكننا نرفض لابات هنا سمحولي شغل عبكت دنيت لها بلا ما فقت بصح لكنها واضحة طالة هاي لك تقليف لاني ما فتخدم يعني هاد المراحل كامل تعرفهم ما بصح كي واحدة كي تكون مبتدئة لازم لازم تشوف كلش بتدقيق يعني سيب وخصان نحب نوري لكم مليح هاكدا وهاد الديتايل اللي نعطيهم لكم دايما ندخلهم في رأسكم هنا اياه في فوكيما بالنسبة لبناتي يعني تضغطو في الجوانب وعليش نديرو هاكدا لاش لابات تعنا ما تحبطش تقعد هاكدا وحاوك فجي ما شاء الله ولابات اللي تقعد الناء شوفوا كيفش الليموها شو كيما لابات فيتي لابات تعجلون العجينة اي عجينة لا تحبش تعودوا تعجلوها تولي الاستيك تخلوها ترتاح شوية وعودوا حلوها وخدموا بها عادي انا هنا اميدت لكم واحدة كبيرة شوفوا كيف شاني نضغط في الجوانب هاي اللي كدوك هنا في الكبيرة شوفوا كيفش وكاين سر تانيك فليتا اختولات ولا سيكري ولا صالي ولا دايما دايما خليك تديروا العجينة تاكم فليمون خلوها ترتاح وإلا كنتم زروا بين دخلوا هاكت اللاجق هاكتش تدروا حاج يكون هاي لما تحبط نوالو فالاتوق بهم كامل بلاف وخشد وحنا حبيت نمريكم هاد الديكو عبرك هاي الليك شوفوا كيف شاني نضغط هابتي الديكو عبرك هاكدا يعني تقدروا بالفرشي تقدروا كل واحدة تديروش تتفنن يعني كما احبت هي وخلاص والا انا الحاجة اللي تجي في بالي والاخر نحب نشاركها معاكم والله غلاني نعطيكم من قلبي الوصفات وربي له عالم نتمنى ان شاء الله يعني نكوناني نوفق في الشرح ثانيك والا هنا عندي فخوماج بلون ولي عندها فخوماج غابي تزيدو انا تكتفيت بالبلون ليونبرك والا شوفوا هنا انا قعني في وسيتهم بلا فخشت كي ما قلتلكم دوك وش ندير دوك ناخد الفروماج تاعي ونحط كل حبة نديرها في فلوغة مكان والا فلو مولة تاعي ننحط هاكدا فروماج ونزيدو بعدها هذيك الحوشوة والا دوك نعمر مباشرة هاي لك هنا الامر مرهي صورة راهي تبين قلتلكم لي عندها فخوماج هاي لك شفو زيتون كفشا ننواسي فيه يعني هي بتديكم عبركم كل واحدة تدير وش حبة اتقدروا بديلو زيتونة في الوسطاني كحلة كنت تلحق للتزيين كل واحدة تتفنن وكل واحدة وشي يجيها في عرصها وهذه لاتوغت الكبيرة شوفو هناك فاش حضرتها هاهي بعد ما طابونا شوفو جونا ما شاء الله لغا تصدقوني واحد الليكي شي يجيكم رح تاكلوا تاكلوا وتدعولي تدعولي تدعولي من اروع الوصافات هادي هلا فيديو تعنت عنها اليوم وش نقول لكم لابنت نتمنى ان شاء الله يا ربي العالمين كنت خفيفة ضريفة على قلوبكم ولا فيديو تعليم تكون نالت اعجابكم وتجربوا الوصافات وتبعتولي كما مالفين نقول لكم لحبكم محبوس عليكم كامل وهاهم ليك شوفوا ليكيش في الجونة هنا يا ونقول لكم ما تنسونيش في الجام وبدبختاج ربي يحفظكم ان شاء الله وفي اماني الله اشتركوا في القناة